السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة في الحلقة دي حنتكلم عن قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز قمة مانشنستر يونايتد وليفربول قمة الجريحين الفريقين تعثروا في الجولتين الأولى والتانية ومؤكد أن الجولة الثالثة بالنسبة ليهم في الأولترافورت في مسرح الأحلام كانت جولة التعلق بالقشاية اللي هو الغريق اللي بيتعلق بقشاية فكان ليمانشنستر يونايتد النصيب الأكبر في الاجتهاد وكمان حتى في الرغبة الكبيرة جدا في تحقيق الفوز في هذه المباراة وفاز على ليفربول بي 2 مقابل هدف في مباراة أعتقد أنه إريك تنهاق نجح بشكل كبير في الاختيارات وكمان حتى في التنظيم وفي التحضير بشكل كبير بالنسبة لنادي ليفربول أعتقد أنه اليوم كان نتائه تماما وما قادر حتى يلعب جيم أمام مانشنستر يونايتد في الأولترافورت بالرغم من المشاكل الكبيرة جدا العين مانشنستر يونايتد إليه وليفربول ما كان في المود ولا كان في يومه ولا حتى كان في ملمع أنه ممكن الفريق حتى يعود في المباراة بالرغم من الاستحواذ الكبير جدا جدا عن الكورة بوزيشا كبير جدا يصل لأكتر من 70% إلا أنه ما في خطورة على المرمى تحسسك أنه الفريق ممكن يعمل حاجة في المباراة دي وممكن شوفنا بعض التغييرات بالنسبة لتشكيل نادي مارشيسر يونايتد فيها تغييرات أعتقد أنها ممكن تكون جزرية جزرية على مستوى الأداة وعلى مستوى حتى العناصر الموجودين في المردود والريتما التي تلعب تبيوه هنا كنت خليت هاري ماغوير موجود على ذكة البودلاوة أشركت فاران ومارتينيزي 2 قلوب دفاع في الجانب الأيمن دالوت وكمان حتى مالاسيا اللي هو في الجانب الأيسر إيريكسون ومكتو مناي وسانشو وكمان فرناندينس ويلانغا وفي المقدمة كان موجود راشفورد المباراة بدت مع مانشستر نادي بطريقة كانت جميلة جدا جدا مانشستر بالرغم من استحباد ديفربول اللي اعتقدونه من بداية المباراة لغاية نهاية المباراة في مسرح الأحلام إلا أنه دايما كان الأخطر فرصه كانت خطيرة جدا جدا وصل للقون في أول عشر دقائق كان في إمكان راشفورد يخط الفريق في المقدمة وشوفنا حتى الرغبة كانت كبيرة جدا عند جمهور الأولترافورد وكمان حتى عند المدرب بحماسه كان موجود على الخط والفريق كله كان يعني عندهما الرغبة الكبيرة جدا في أنه يحقق الفوز في التوقيدة لأنه عارفين تماما اللي فر بول بخش المباراة مضغوط كمان بالنتائج الجولتين الأولى والتانية عشان كده حتى النواقص الموجودة في لي فر بول مش نواقص على مستوى إنه ساديو مانيمشا وخط الوسط اعتقدونه مضعيف جدا لا تحسن نزيل في أزمة ثقة موجودة عن لي فر بول في الفترة الأخيرة فمانشيستر يوناتد في إمكانه أو حتى هم قالوا نحن في إمكانه نستفيد من أزمة الثقة دي ونحاول نعود بيها أوروبيا نعود بيها على مستوى الدور الإنجليزي ونستفيد تماما من عدم الثقة الموجودة في لي فر بول نحن مؤكد أنه مانشيستر يوناتد مشاكله كبيرة لدرجة بعيدة بس فوزه على لي فر بول في مباراة اليوم حيخليه ممكن يعني أكتر من 50% المشاكل ممكن تحل نفسيا اللعبين المدربين اللعب الموجودين ثقة الجمهور في المدرب ثقة اللعبين في خطوط المدرب فينا إجابة الفوز أمام لي فر بول معانه لي فر بول ما في أفضل حالاته الحاجات دي كلها بتخلي مانشيستر يكون في التراك الصحيح ويقدر يحلح المشاكل الموجودة عندنا الكثير من الكلام صراحة عن لي فر بول هنحاول نناقش في حاجات بالتفصيلية عايز أبدأ أول حاجة من القون الأول اللي سجله سانشو بعيدا عن الحركة اللي ممكن كانت مميزة جدا بالنسبة لللاعب مانشيستر يوناتد في الجانب الأيسر إلانقا أعتقد أنه حركته كانت مميزة لدرجة بعيدة حركته حتى مع اللاعبين كان إيركسين أو حتى برونو فرنانديز وصناعة اللعب وحتى العرضية اللي اتعمرت بشكل مميز جدا والضغط العالي اللي كان موجود من ميلنر وخلفه كان موجود فيرجل فاندايك خلونا نتفق على حاجة مهمة جدا أنه فيرجل فاندايك في الفترة الأخيرة من إصابته بالرباط الصليبي ورجع ما رجع هو فيرجل فاندايك المميز وأنا عندي رأي تاني في الموضوع ده الكثير من الناس بيقولوا الكلام على الشاكل لكننا عندي كلام غير كده لأنه حتى فيرجل فاندايك من اللعب اللي ما بيحب يواجه من اللعب اللي ما بيحب يخط نفسه في الغلط وأنا شفت الكلام ده في مباراتي برشلونة ليفربول في نصف نهاية دور الأبطال لما برشلونة كسب ليفربول ثلاثة في الكامبونون وخيص الأربعة في ملعب اللي هو ملعب ليفربول فبنتكلم عن اللاعب ما كان بيكون في مواجهة بينه وبين ميسي مباشرة دايما بيحاول تحاشى ميسي شفته في أكتر مواجهة ثنائية بينه وبين ميسي شفناه برضو في نهاية دور الأبطال الكورة اللي كانت ضربة فالفيردي وكان شايت هو بيتعامل مع الكورة بروعيونة كبيرة جداً ما عايز ياخد القرار في إنه يدخل لغاية ما الكورة اتضربت عرضية أرضية وتسجل منها هدف الفوز بالنسبة للمدريد بنهاية دور الأبطال أوروبا وفاز بالبطولة وخيص ليفربول نفس الحركات دي بالملي انت بتشوفه اليوم برجل فاندايك بيكون موجود في مكانه تحسنه زي المضروب مصمار موجود خاتت يديه وخلفه عشان بس الكورة حتشات يعني هو قرر إنه سانشو حيشوت قبل سانشو أساساً ما هو قرر إنه يشوت بعد تدخل ميلنر اللي اعتقد إنه كان تدخل فيه يعني حتى ولو فيه تهور داخل الثمنتاشر لكن ده الشي الطبيعي اللي تمفروض تعمله كمدافع في إنك تتحاول تترمي قدام الكورة عشان لو شات لو شات وهو بنسبة أكتر من خمسين في المئة شايد أنت بتكون وضع جسمك عشان الكورة تكون في أنت تكون في حالة تصدي وتحاول تبعد الكورة اللاعب طلع زكي رجع لمكانه الثاني من الطبيعي إنه كدتك مدافع أقرب واحد للكورة تكون مباشرة قريب منه مباشرة من ميلنر وتحاول تصدي للكورة سواء كان حتى ولو ما هاجمت على اللاعب وأخذت سرعات لأنه سانشو يعني مشى بميلنر يمين وأخذوا جابوا شمال فبالتالي المسافة أعتقد أنها أقل من مترين كان في إمكانه تجيب فيرجل فاندايك يكون أقرب من كده ويقدر ينقضع للكورة بكل سهولة أو حتى يخد جسمه قدام الكورة تتضرب عليه ولكن نفس الخطأ شفناه قبل كده في المباريات ونفس الخطأ شفت في نهاية دور الأبطال والليلة بنشوفه مجددا في مباراة ليفربول مانشستر يوناتي أعتقد أنه خطأ متكرر بالنسبة للاعب فيرجل فاندايك وقبل ده كمان مشوف الرعون وحتى تحس أنه عدم الأهمية بالنسبة لأرنولد في الجانب الأيمن في عملية الدفاع حتى وتغطية الأجنى حال بتكون يعني دايما تحس أنه أرنولد دايما بيحاول إدي كل الناس الموجودة سواء كان جماهير أو لاعبين أو حتى مدرب أنه أنا شغلي دايما هجومي أكتر من أنه دفاعي يعني العمل الدفاعي مفروض يكون فيه واحد موجود وأنا ألعب على مستوى الجناح فده الإحساسة التي ممكن تأخذه من اللاعب أرنولد في الجانب الأيمن لأنه في كل فترة المباراة يمكن أصنفه من أسوأ المباراة التي قدمها أرنولد أنه دايما بتحس أنه يتمشى دفاعيا بذات لما تكون عليه مهارة فردية أو حتى حوار فردي أو حتى رقابة للعب ممكن جدا متحرك سهولة بتلقى راشفورد مسا مشا سهولة بتلقى إيلانغا مشا بسهولة بتلقى كل واحد ماشيسر النواتي عنده حركة على مستوى السرعات في الحوار الفردي ممكن جدا يمشوا الأخطاء اللي أعتقد أنه كان أساس جيدا في مباراة اليوم ليفربول بعيد تماما من جو المنافسة أعتقد أنه ليفربول لو مر بالطريقة دي أو مر بالمستودة في جولتين قادمات مع أي فريقين من الدوري الإنجليزي حتى ولو بيصارعوا على المراكز المداخرة جدا مع أنه ليفر أساسا في المراكز المداخرة تأكد تماما حتحس أنه ليفر هيكون بعيد تماما من أنه ينافس على الدوري في الموسم ده الفوز بتاع اليوم مرشستر ناتد بالنسبة له فوز مهم جدا جدا حيخليه ويعود للتراك يكون فيه حاجات إيجابية كثيرة استقبال كاسيميرو الليلة ممكن جدا يكون فيه استقبال أحد المهاجمين أو حتى من اللعيب اللي حضيف لمرشستر فيه الأيام اللي جاية ليفربول وضح تماما أنه محتاج المهاجم ليلة داروين بالرغم أنه مطروض أحمر ولاعب جديد إلا أنه تمحتاج اللاعب الشاب اللي بيقدر تحرك بشكل طيب شفنا حتى فرمينيو ما قدر سد الفراق اللي ممكن سابه ساد يومان لأنه فرمينيو الموسم الفات كله كان موجود على دكة البودلاء ولا حتى دياز كان اللاعب اللي انت محتاجيه على مستوى ليفربول في مباراة هذا اليوم ونحنا كلهم متفقين أنه وسط ليفربول وسط تايه ما هيقدم شيء ما قدم شيء ولا حتى هيقدم شيء لأنه وسط تحس إنه اتنين خاتلهم أو حتى ثلاثة مينر عمره كم وحتى هندرسون شنون بيقدموه على مستوى الاستحواذه حتى على مستوى أنه يكون كلعيبة بتاع انخط وسط يقدر يضيفه الهجوم بشكل طيب ما أعتقدونه لا إيلوت ولا حتى هندرسون ولا حتى اللاعب ميلر يقدر يعمله حاجة مع الأخطاء اللي بتكون موجودة وكمان أهم حاجة كانت موجودة في ليفربول اللي هي الأطراف الموجودين كأطراف ملعب أرنود وريبيرسون اللي اللي بيقوم من أسوأ اللاعبين الموجودين على مستوى ليفربول والناس كلها بتفتش يا صلاح أنه يكون منقض ليفربول لوحده ومن الصعب أنه يكون لك في كل الجولات هو دائما المنقض مباراة انتهت بالرغم من المشاكل الكبير المانشيسر ناتيد قدر التفوق في مباراة اليوم وكمان ليفربول دخل بمشاكل زاد المشاكل مؤكد وزاد الهم بشكل كبير على المدرب اللي هو يورغين كروب وكمان كل النجوم الموجودين وأعتقدون أنه أزمة السيقة ممكن جيدة تستمر في الفترة جاءة بالنسبة لليفربول لأنه ما أعتقد أنه في البديل الموجود على ذكرة البودلاء يقدر يسد الفراغ الكبير الموجود وحتى ذمة السيقة لأعتقد أنه مفروض محتاجة يورغين كروب بشكل كبير في الفترة جاء يستعيد معنا ذكريات الموسم الفات والقبله في أنه كيف الفريق بعد ما يتعادل أو حتى يعمل نتائج سيئة كيف يعوده للمباريات ديم كروية بشكل عام بأشكركم على الحسن المتابعة وإن شاء الله دائما تأمينه لأمين شكرا لكم